وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرق لطيف هناك كتب عنية لطائف الفروق كتب بشكل مباشر اسمها لطائف الفروق وهناك كتب عنية في المفردات لكنها ذكرت الفروق بين المتشابهات واللغة العربية يا أيها الكرام كما يقول أهل الاختصاص من أهل العلم ومن أهل اللغة ليس فيها مترادفات مطلقة وهذا مما يدل على ثراء هذه اللغة العربية ليس فيها مترادفات مطلقة تعال وهيت كلها تعني تعال لكن إذا دققت في هاتين الكلمتين ستجد اختلافا بين هيت هيت لك و تعال من هذه الفروق التي مرت عليه الفرق بين الهزيمة والاستسلام قالوها بهذه الصيغة اعلم وأنت تسير في هذه الحياة أن هناك فرقا بين الهزيمة والاستسلام يعني باختصار إن كان ولابد تنهزم لكن لا تستسلم الحياة مليئة بالإخفاقات ولا يوجد أحد على الإطلاق مشى على وجه هذه البسيطة مناء البشر وصل إلى النجاح إلا وقد أخفط لابد النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لكن في أحد يخفق ويبقى حيث أخفق يسقط ويبقى حيث سقط وأحد لا يقوم ويحاول المرة بعد الأخرى حتى يسر الله سبحانه و تعالى له النجاح آخر آية في سورة العنكبوت وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولِنَا فالله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يحاول ما يحب العبد الذي يستسلم أما الهزيمة فهي أمر لا بد منه بين الحين و الآخر النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الموحى إليه المؤيد من الله سبحانه وتعالى بالمعية الخاصة و المعية العامة و الملائكة و ما يعلم جنود ربك إلا هو يحصل له أحيانا بعض التعثر فمثلا يضربه الأعداء و يصلون إليه و يحاولون قتله بل قتلوا بعض إخوانه من الأنبياء حصل بعض الارتباك في غزوة أحد و مع ذلك كانت النهاية للنبي صلى الله عليه وسلم إذن يا أيتها الأخت الكريمة يا أيها الشاب و أنت تحاول تحاول تكتسب صفة جميلة تحاول في عمل في وظيفة في حياتك ستخفق بين الحين و الآخر المهم أن لا تستسلم تنهزم نعم تنهزم ما الفرق بين الهزيمة و الاستسلام الهزيمة هو التعثر لكن ما ألقيت السلح ما تركت المحاولة ما زلت أحاول و سأعيدها مرة ثانية و ثالثة و رابعة حتى أتقن و حتى أصل إلى مرادي الاستسلام المشكلة هي عدم المحاولة الاستسلام هي المشكلة في أني ألقيت السلح أسألك لما تعلمت سياقة السيارة هل عرفت تقودها بإتقان في أول مرة في أول مرة ضحك الناس عليك و ضحكت حتى على نفسك لكنك تعتبر نفسك للتو بدأت و من الطبعي أنك تخطئ في البداية و بعد ثلاثة أسابيع و أربعة أسابيع كنت في البداية إذا أردت أن تغير لا بد أن تنظر الآن أصبحت بشكل كأنك آلة و أوتوماتيك تغير السيارة قل مثل ذلك في كتابة في الحاسب الأهلي أو في الكمبيوتر كنت في البداية تبحث عن الحرف أين هو وأصبحت متقنا قل مثل ذلك عن الحياة كلها لا مانع من أن تهزم فالهزيمة لا بد منها بين الحين و الآخر المهم أن لا تستسلم طيب ماذا أعمل؟ استعن بالله سبحانه وتعالى عاود الكرة أنظر إلى سبب الهزيمة في المرة الأولى المهم لا تلقي السلاح و أبشر من الله سبحانه وتعالى بالإعانة و التيسير و السداد و الله عز وجل يحب من العبد أن يحاول المرة بعد الأخرى حتى يسره يسر الله عز وجل الله بارك الله فيكم و أسعدكم الله و طابت أيامكم و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون